السلام عليكم زيكم يا بنات عاملين ايه? النهاردة ان شاء الله هوريكم ازاي نعمل المفرش دوت. هو مفرش سهلي ولزيز جدا. وبصراحة انا بعيزه جدا عشان عملته قبل كده مع مامتي. فهوريكم ان شاء الله محتاجين لايه? ونبتدي ان شاء الله على طول. اه المفرش دوت اسمه مفرش الجراني. هنحتاج فيه اه لولي. واهم حاجة في اللولي اللي احنا بنختاره ان هو يبقى واسع. هنحتاج خيط انا استخدمت خيط ايه لزديفة على ثلاثين. ومعاه ابرة مقاس ثلاثة ونص. وهنحتاج مقصه ابرة تنظيف. نبتدي على طول. هعمل دايرة سحرية. بنلف الخيطة كده وبنسحب الخيطة اللي ورا. وبعدين ايه? نبتدي نعمل سلسلية صغيرة. بعد كده نعمل اتنين تلاتة اربعة. وبعد كده في الفراغ دوت هعمل عمود وسلسلية. وعمود تاني. وسلسلية. عمود. سلسلية. هنستمر بالطريقة دي لحد ما نكون حداشر عمود. ويبقى بالثلاث ثلاثة اللي هم في البداية يبقوا كده كأنهم ايه? اتناشر عمود. انا حابة بس اقول لكم ان يعني كان بقى لي فترة طفيلة جدا ما باشتغلش كروشي مع حد دايما باشتغل الوحدي. ويوم لما عملت ا 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 وانا تعلمته وانا في الاعداء دي فضلت بالتدريج بواحدة واحدة وبعدين بقى ابتديت اشوف الفيديوهات بتاعت اليوتيوب عشان الواحد يوصل لاحتراف او يوصل ان هو يبقى عارف كويس بعد كده بنقفل الدايرة السحرية بنشد الخطة اللي هي بتاعت الدايرة السحرية دي كويس وهنعمل غرزة منزلقة في السلسلة رقم تلاتة اللي احنا ابتدين بيها كده احنا خلصنا الساطر الاول السطر التاني هنبتدي هنرتفع تلات سلاسل وهنشتغل في الفراغ اللي ما بين العمودين عمود وبعد كده سلسلية وبعد كده في الفراغ التاني هنعمل عمودين واحد اتنين وسلسلية الفراغ اللي بعديه هنعمل عمودين تاني اتنين سلسلية وكزا هنشتغل عمودين سلسلية عمودين سلسلية عمودين سلسلية وكزا كزا 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 مرة كل الشغلة هيبقى في الفراغات اللي هي ما بين العمودين سلسلية عمودين تاني واحد سلسلية عمودين سلسلية وهي كزا لحد ايه اخر السطر بعد ما نخلص اخر السطر هوريكم هنعمل ايه بعد كده كده بعد ما خلصنا السطر هنيجي في السلسلة رقم تلاتة اللي احنا اشتغلناها في اول السطر هنعمل فيها غرزة منزلقة وهنيجي برضو على العمود الاول هنعمل برضو فيها غرزة منزلقة وبعد كده هنرتفع تلات سلسل واحد اتنين تلاتة وهنيجي في الفراغ الاول هنعمل عمود وعمود تاني وبعد كده هنعمل سلسلية وهنسيب العمودين الاولينين ونيجي في الفراغ بتاع السلسلة هنعمل تلات عمويت تانيين المفرش ده كله الشغل فيه هيبقى في الفراغات بتاعة السلسل اللي احنا عملينها دي تاني عمود تالت عمود سلسلية هنسيب عمودين وفي الفراغ اللي هو بتاع السلسلية هنعمل تاني تلات عمويت يعني السطر دوت ماشيين فيه تلات عمويت سلسلة تلات عمويت والعمويت اللي احنا بنشتغلها بنشتغلها في الفراغات بتاعة السلسل تاني عمود تالت عمود وسلسلية وهكذا هنكمل السطر كله بنفس الطريقة هكمله هوريكم بعد كده هنعمل كده بعد ما خلصنا السطر برضو هناخد غرزة منزلقة في العين الاولى او في السلسلة رقم 3 والمرة دي هناخدها في العمود الاول والعمود التاني كل مرة هنعمل غرز منزلقة لحد ما نوصل للفراغ ماشي وبعد كده نرتفع 3 سلسل وهنيجي في اول فراغ هنعمل عمود سلسلية عمودين تاني عمود وبعد كده سلسلية هنسيب بعد كده 3 عموية دولت وهنشتغل في الفراغ بتاع السلسلة زي ما اتفعنا هنعمل عمودين او الواحد تاني واحد سلسلية وفي نفس الفراغ ده هنعمل عمودين تاني واحد اتنين وسلسلية يعني احنا في الفراغ دوت بنشتغل عمودين سلسلية عمودين والشغل ما بين المجميع وبعضيها بيبقى فيه سلسلية ده تاني عمود سلسلية سلسلية عمود اتنين سلسلية وهنا الفراغ دوت هيبقى عمودين سلسلة عمودين كل الفراغات هتبقى بنفس الاسلوب سلسلة عمودين واحد والتاني وسلسلية وسلسلية نكمل السطر كله بنفس الطريقة دي وبعد كده هنشوف هنعمل كده احنا خلصنا السطر ودي هي اول غرزة منزلقة في العين رقم 3 من السلسلة الاولى مجموعة السلاسل وغرزة منزلقة في العمود الاوليني وبعد كده هنعمل 3 سلاسل ارتفاع وهنخش في الفراغ الاولاني هنعمل عمود وبعد كده ناخد سلسلية ونسيب العمودين دولت ونخش في الفراغ اللي بعديه هنعمل عمودين تاني واحد اتنين وسلسلية ونسيب تاني العمود دوله وفي الفراغ اللي هو بتاع السلسلية نعمل عمودين يعني السطر دوت هيبقى كله عمودين سلسل عمودين في كل فراغ دوت عمودين سلسل واحد اتنين سلسلية سلسلية على فكرة المفرش بتاع الجراني او وحدة الجراني لذيذة جدا في شغلها ممتعة ويعني بتحسي كده ان انت تنجزي في وقت صغير حاجات جميلة هنكمل السطر كله بنفس الطريقة عمودين سلسلة عمودين سلسلة عمودين سلسلة عمودين سلسلة وبعد ما نخلص السطر هنشوف هنعمله كده قفلت السطر زي ما قفلته كل مرة هنبتدي بعد كده هتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة وهنيجي في الفراغ الاول هامل عمود اتنين وبعد كده سلسلية وفي الفراغ اللي بعديه هعمل ثلاث عمود اتنين ثلاثة وسلسلية الفراغ اللي بعديه ثلاث عمود سلسلة يبقى الفراغات بتاعت السطر دوت هيبقى ثلاث عمود سلسلة ثلاث عمود سلسلة والسطر اللي جاي هيبقى بنفس السطر دوت برضو ثلاث عمود سلسلة ثلاث عمود ادي اول عمود ثاني عمود ثالث عمود وسلسلية هنكمل السطر ده كله ثلاث عمويد سلسلة ثلاث عمويد سلسلة والسطر اللي بعديه برضو ثلاث عمويد سلسلة ثلاث عمويد سلسلة ونشوف بعد كده هنعمليه وما تنسوش التقفيل في ثالث سلسلة وغرزة منزلقة في الاولى وغرزة منزلقة في التانية عشان نرتفع على الفراغ بتاع اول فراغ على تون كده بعد ما خلصنا السطر دوت نبتدي بعد كده هنشوف السطر اللي بعديه قفلت زي ما قلت لكم بنفس الطريقة هنرتفع بعد كده واحد اتنين ثلاثة وفي الفراغ الاولاني هعمل عمود سلسلة عمودين وده تكرار يعتبر لسطر من السطور السابقة ونعمل سلسلية تاني هنعمل هنا في الفراغ دوت عمودين سلسلية عمودين ده كده السطر التامن اللي احنا شغالين في ده وسلسلية عمودين سلسلية عمودين في فراغ وبعد كده الفراغ اللي بعديه سلسلية وبعد كده عمودين سلسلية عمودين سلسلة كل ده احنا لسه ما ابتدناش في الخرز في الجزئية بتاعت الخرز انا هقص الخيط واوصل بخيط تاني نبقى حاطين في الخرز هبقى واريكم ان شاء الله نعملو ازاي كده بعد ما خلصنا السطر دوت وقفلت برضو بنفس الطريقة بتاعتنا وزي ما قلت لكم ان هو تكرار للسطر من السطور السابقة هنبتدي بعد كده هنرتفع تلت سلاسل وبعد كده هنعمل اول عمود ونعمل سلسلية ونخش الفراغ اللي بعديه نعمل عمودين سلسلية والفراغ اللي بعديه نعمل برضو عمودين سلسلية يعني السطر ده كله هيبقى عمودين سلسلة عمودين سلسلة عمود التاني سلسلة العمود التاني اول التاني سلسلة احسن الخيوط اللي بتستخدم المفارش الخيوط اللي هي اللقطان ممكن تجيبه كوتون بالي ممكن تجيبه الاليزا ديفا ممكن تجيبه كوتون جولد وفيه ناس بتشتغل بالصوف هنخلص السطر دوت وبعد كده نشوف هنكمل هنعمل ايه ده كده شكل المفرش بعد ما خلصنا السطر التامن التاسع سوري هنعمل غرزة سلسلية ونقص الخيط ونسحبه لبرا عشان السطر اللي جاي دوت هنبتدي ان شاء الله ندخل فيه الخرز هنعمل ايه هندخل هنستخدم ابرة التنظيف او ابرة الكنفاء ونبتدي ندخل الخرز كده واحدة واحدة في الابرة اهم حاجة او انتوا بتدخلوا الخرز او انتوا بتدخلوا الخرز تشوفوا الخرز اللي هو الكويس لو فيه اي خرز ما خربش ولا حاجة ابعدوا عنه خلوا الخرز يبقى كله جميل هنحتاج ان احنا ندخل مية اربعة واربعين خرزاية في الخيط دوت هنفضل ندخل الخرز بالطريقة دي لحد ما نوصل لعدد مية اربعة واربعين خرزا عايزين انتوا حطوا خرزتين احتياتي عشان لو خرزاية كسرت مثلا او كده زي ما انتوا حابين هنا بعد ما حطيت المية اربعة واربعين خرزا هبتدي بعد كده اه ادخل الخيط تاني او استخدمه تاني هدخل الابرة واعمل تلات سلاسل وبعد كده هعمل عمود وبدل ما قبل بقى كنا منعمل سلسلية هحط الخرزاية كده واعمل عليها غرزة السلسل بصوا ازاي امسك الخرزاية كده واعمل لها ايه غرزة السلسل ونيجي بعد كده في الفراغ اللي بعديه وخلوا الخيطة اللي احنا ابتدينا بيها دي وراء الشغل عشان نقفلوا ايه تقفيل ننزيف على طول هعمل عمودين تاني عمود ويودي اللوليية او الخرزاية واعمل ايه غرزة سلسلية نيجي بعد كده الفراغ اللي بعديه انا عايزة بس هنصحكم نصيحة بخصوص اللولي ام تسيبوا المساحة او يعني تاخروا اللولي الخريط لجوه كتير وقيسوا مقاس الغرزتين اللي انتو هتعملوهم ماشي وبعد كده اشتغلوهم على مسافات انا هوريكم بصوا ازاي احنا للسطر ده كله هنعمل عمودين سلسل عمودين سلسلة بس السلسلية باللولي اهي دي اول عمود تاني عمود بصوا انا بقى سايبها مسافات ما بين الخرز ازاي والسطر واللولي وبعد كده العمودين تاني بصوا المسافة يعني استمسلا في حدود العمودين دول هيبقوا قد ايه وفتكت العمودين تاني وبعد كده عرفت ان هي دي حتة الخيط زي بتعمل عمودين فبقيت سايبة مسافات ما بين الخرزة والتانية بمسافة العمودين ده تاني عمود والايه الخرزاية السطر ده كله هنعملو عمودين خرزاية عمودين او عمودين اللي هي عمودين تمام تاني عمودين اتمنى ان هي تكون واضحة بالنسبة لكم تاني عمود والرهاية صدقوني انتو لو عملتوا مسافة ما بين اللي وبعضه هترتاحوا جامد قوي انما لو هو كل متشابك مع بعضه زي ما وردكم في الاول هيبقى صعب الطريقة دي سهلة جدا وممتعة كده في الشغل مش هتحسسك بتاعه هنكامل السطر كله بالطريقة دي وبعد كده هنشوف هنعمل ايه بصوا كده الشكل اللولي في السطر دو هتشكله لزيز ازاي ابتدى بقى يبان جمال المفرش ماشي هنخلص السطر كده ووريكم بعد كده هنعمل قفلت السطر زي ما بقفله كل مرة هنرتفع بعد كده السطر اللي بعديه بتلات سلاسل هنيجي بقى في الغرزة او السلسلة اللي احنا عملناها للولي اللي هي كانت سلسلية قبل كده دلوقت اللي هي اللوليية هدخل في الجزئية ديت بصوا ما هيبقوا كأنهم برضو زي السلسلية ونعمل فيها عمود واتنين وبعد كده لوليية وبعد كده هنخش في الفراغ بتاع اللوليية دوت نعمل تلات عمويد تاني واحد وتالت واحد وانتو بتدخلوا الابر في اللي هي الجزئية بتاعة السلاسل بتاعة اللولي دي لازم تبقوا حرصين ان انتو تدخلوها برضو براحة عشان ما تجرحوش اللوليية وتخربشوها احنا عايزين الشغل يفضل الجميل دايما ماشي نيجي بعد كده السطر دوت كله هنعملو تلاتة تلات عمويد لوليية تلات عمويد الفراغي اللي بعديه هنعمل عمود اتنين وايه وتالت عمويد وبعد كده لوليية هنكمل السطر دوت والسطر اللي بعديه بنفس الطريقة عمود تلات عمويد لوليية تلات عمويد السطر دوت والسطر اللي بعديه خلاص تمام بعد ما انخلصهم هنعمل ايه خلصت السطر وبعد كده ابتديت سلسلية وهاجي في الفراغي القابلي اللي هو بتاع السلسلية دوت الفراغي اللي قابليه هاعمل غرزة حشو وبعد كده هرتفع خمس سلاسل واخش في الفراغ الاولاني بقى اعمل غرزة حشو وبعد كده خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وغرزة حشو في الفراغ التالي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس سلاسل وبعد كده غرزة حشو هنكرر اه الخمس سلاسل حشو خمس سلاسل حشو في خلال السطر كله اكمل لكم بقى على انواع الخيط في عندنا خيط القطن الايطالي في خيط المنجد في خيط الصياد كلهم حلوين جدا احنا هنكمل السطر كله بالغرزة ديت وبعد كده نشوف هنعمل ايه بالنسبة لو حبينا نزود المفرش دوت ممكن نزود من السطر الثامن للاثناشر نكررهم كذا مرة من السطر الثامن للاثناشر ده كده اخر غرزة هنعمل سلسلتين وهنيجي بغرزة الحشو الاولى خالص اللي احنا عملناه في اول السطر هنعمل ناخد لفة ونعمل فيها غرزة عمود يبقى هنا عملنا سلسلتين وعمود في اول غرزة حشو وبعد كده هنرتفع ثلاث سلاسل وهنعمل عمود اتنين اتنين تلاتة اربعة سوري وخمسة يبقى في اول فراغ ده عملنا ثلاث سلاسل خمسة عمود ماشي وبعد كده هنا عملنا غرزة منزلقة وهنا في الفراغ اللي بعديه هنبتدي نعمل عشر عمود واحد اتنين والتنين هكملهم بر breaking your ne هنخش الفراغ اللي بعديه هنعمل غرزة منزلقة والفراغ اللي بعديه هنرجع تاني نعمل عشر عمويد يعني احنا هنا نعمل عشر عمويد في فراغ والفراغ الثاني نعمل فيه غرزة منزلقة عايزين تعملها ترميها گرزة حشو زي ما انتو عايزين بس انا حسيتها ايه لزيزة بغرزة منزلقة نكمل العمويد اربعة يبقى زي ما احنا اتفقنا هنعمل هنا العشر عمويد ماشي ونيجي في الفراغ اللي بعديه هنا عملنا عشر عمويد وبعد كده الفراغ اللي بعديه منزلقة عشر عمويد منزلقة عشر عمويد منزلقة وهكذا لحد اخر السطر اخلص السطر ونشوف هنعمل ايه ده كده بعد ما خلصنا السطر الا الجزء الاخير ده اللي هي بقيت الغرزة الاولى عملت المنزلقة الاخيرة هرجع بقى في الفراغ الاولاني ده اللي احنا كنا عاملين فيه 3 سلاسل 5 عمويد هناخد هنا هنكملهم لعشرة فهنعمل ايه عمويد ما هو 3 عمويد 3 سلاسل بتحسبوا عمويد يعني احنا كده كأننا عملنا ايه 6 عمويد ده كده تاني عمويد 3 عمويد ورابع عمويد وبعد كده ناخد غرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 لأول السطر وسلسلية ونقص الخيط ونسحبه البر الخيط دوت بعد كده دخلوه او دككوه وراء في ضهر الشغل مش هيبان خالص تمام ده كده شكل مفرج بعد ما خلص اتمنى انتو تكونوا استفدتو وما تنسوش بقى اتورلنا شغلوكم على الجروب بتاعنا في عشق كروشي اللي على الفيس وما تنسوش لايك وسبسكرايب لشانيل واتمنى اسمع اراءكم وتعليقاتكم سلام عليكم اهم حاجة قلولي لو في حاجات معينة حابين تشتغلوها قلوها لي عشان انا اعملها لكم ان شاء الله واتمنى انتو تكونوا استفدتو سلام عليكم اشتركوا في القناة